تراجع صافي الاستثمار الأجنبي في بورسة عمان بواقع 24 مليون و 200 ألف دينار هذا العام هي الفارق بين مجمل الأسهم المباعة والمشترى في النصف الأول من 2023 على أن هذا الفارق السالب يبقى أقل من نصف الفجوة التي سجلت بحدود 70 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي أرقام البورسة أظهرت أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما بقيمة 109 مليون و 100 ألف دينار في حين اشتروا أسهما بنحو 85 مليون وشكلت صافي استثمارات الأجانب قرابة 10% من حجم التداول الكلي حتى نهاية حزيران